أيضاً كان فيها شيء ضد التوريث توريث الحكم كان هذا شيء واضح في الرواية وكان فيه يعني كان عنده موقف بالرواية ضد أن الرئيسة والملك يعطي ابنه بس الواقع غير مثلاً يعني ابن الأصغر اللي هو قصي كان يتولى مهام عسكرية وأمنية كذلك الحال بالنسبة لابن الأكبر وإن كانت مهامة أقل من السيد قصي يعني أيضاً كان رئيس اللجنة الأولمبية ويشرف على صحف أسبوعية ومجلات يا سيدي هذا شيء هذا شيء هو التوريث بالضبط شيء آخر وهذا ممكن أن يتهيئ للتوريث يعني هو أو هكذا لربما الناس لا له الناس قالوا قالوا صار هذا حكم العائلة وليس حكم الحزب تمام نعم قيل كثير ولكن أنا أريد أقول لك أن هذا الكلام صار أكثر شيء ظهر في الفترة الأخيرة بعد حصار طويل بعد حرب طويلة خذناها بكل الفصول وبكل الظروف وبالتضاريث بعد عدوانات تعرضنا إليها من البحر من الجو يعني كانوا يضربون ونحن مش شافينهم ايه وكان الملد محاصر وكان لا أحد يعطي العراق فشكه يعني طلقة طلقة نرجع على زبيبة والملك نعم إذن أنت أحيلت إليك أم هو اختارك لو أنت بدرت لا أشوف أنا فهمت أنك تكتب ملحمة شعرية تحول الرواية إلى ملحمة شعرية لا لا أنا بالضبط بالضبط قيل لي هاي هاي الرواية زبيبة والملك اقرأها منو قللك أكثر من جهة أكثر من جهة سميلي يعني مثلا منهم الأستاذ لطيف الوزير الوزير الإعلام ايه قل لي اقرأها قلت لشو أقرأ فيها قل لي انت قرأها وانت دبر حالك والله شوف انت شو بطلع معاك شو أطلعها هاي رواية للرئيس قريتها ايش ايش يعني دقت وأنا عندما ذكرت قلت لقد قرأتها لبدة عام أكثر من مرة وكنت أسجل ملاحظات وعندما كتبتها كتبتها في 15 يوما لكن عام كامل وأنا كي بدي أدبر ويقول لي دبرها بمعرفتك يعني ما المطلوب ما حدا قل لي مسرحية ما حدا قل لي راح نعملها اخراج مسرحي ما حدا هي أخرجت فيما بعد أخرجها سامي عبد الحميد الفنان الكبير نعم أنا كتبتها شعرا في 21 مشهد في 21 مشهد وفهمت أن آخرين أيضا كتبوا من الشعراء طلب منهم أن أيضا يكتبوا آه أيضا كلفوا آه ولكن مين هم والله ما أعرف اشتركوا في القناة